وزير التعليم القابوني فلورنتين موسافو يعلن اقالة عشرين مدير مؤسسة تعليم عمومية في البلاد بتهمة تحريض التلاميذ على الاضراب والخروج الى الشارع لاحداث الفوضى وطلب اباء التلاميذ عدم احضارهم الى المدارس واتهم الوزير في حديث اعلامي له بعض الاتحادات النقابية بالدخول على خط احتجاجات الطلاب والوقوف خلفهم والامساك بخيوط تحركهم وكان اجتماع وزاري قد انعقد قبل ايام بمبنى الوزارة الاولى في العاصمة لبرافيل لبحث ازمة التعليم التي تشهدها البلاد منذ اشهر وتنظر بسنة بيضاء اذا لم تتفق الحكومة ونقابات التعليم على حل ينهي الاضراب وكان وزير التعليم لورنتين موسافو قد التقى نقابات التعليم في البلاد خلال شهر نوفمبر من العام الماضي اسبوعا بعد بدء الاضراب العام حيث استمع لمطالبها والتقى بعد ذلك كل نقابة على حد للنقاش بشأن وضعية التعليم ومطالب المضربين غير ان مطالب النقابات التعليمية كما تقول لم تجد طريقها الى التنفيذ ليتواصل الاضراب على مدى ازيد من اربعة اشهر وتصاحبه من حين لاخر اعمال شغب وعنف من طرف التلاميذ المضربين وتطالب نقابات التعليم القابونية بمطالب عديد من ابرزها دفع المتاخرات وتعوض عن الاجازات ودفع المناح الدراسية وتسوية الوضعية الادارية وبناء وتجهيز الفصول الدراسية كي تكون ملائمة للتدريس وتأتي ازمة التعليم في القابون لتنضاف الى الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انتخاب علي بونغو اوندينبا بمؤمورية رئاسية ثانية وهو ما يرفضه منافسه المعارض جامبينغ الذي يعتبر نفسه الفائزة وان فوزه مسروق وينتظر ان يجرى حوار سياسي بين الموالات والمعارضات في لبرافيل اكد بينغ انه غير معني به ولن يشارك فيه وابدى العديد من القادة السياسيين المعارضين في البلاد استعدادهم للمشاركة فيه